سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي عمل امبارح اجتماع تابع فيه البرنامج القومي للرائدات المجتمعيات والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وجه سيدة الرئيس بتعزيز ودعم دور الجمعيات الأهلية وقاليات التنسيق بينها وبين منظومة الرائدات وكمان تشكيل مجموعة عمل لرصد كافة المشكلات المجتمعية الشائعة وتقديم الحلول المناسبة لها أيضا نرسى مستمرين مع النشاط الرئاسي مبارح كمان سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي تابع جهود اللجنة الوطنية للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات في إطار المبادرة الرئاسية مصر بلا غارمين وجه سيدته بحصر أعداد المسكونين من الغارمين والغارمات ودراسة حالتهم عشان يتم الإفراج عن دفع منهم مع حلول عيد الفتر المبارك اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان والدكتور هالا سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور محمد معيت وزير المالية والسيدة نيفين القبهج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بين الاجتماع شهد متابعة البرنامج القومي للرائدات المجتمعية والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وقد تم سارد تجربة الرائدات المجتمعية في إطار عمل الوزرات والجهات المعنية وذلك في مجال تعزيز وعي المرأة والأسرة والمجتمع من خلال الجهود التنموية التي تقوم بها آلية الرائدات المجتمعية على عدة محاور تختص بالخدمات والتوعية بالإضافة إلى التنسيق مع الجمعيات الأهلية والقيادات الدينية والمحلية وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتعزيز ودعم دور الجمعيات الأهلية وأليات التنسيق بينها وبين منظومة الرائدات نظراً لمرضودها وأهميتها وكذلك تشكيل مجموعات عمل متخصصة لدراسة كافة المشكلات المجتمعية الشائعة التي يكتشفنها خلال عملهن على أرض الواقع لبلوارة أفضل السبل لتدخل الدولة لتقديم الحلول المناسبة لها مع تدقيق قواعد البيانات في هذا الصدد وكذلك تقديم الدعم الأكاديمي لهذه الجهود من خلال الجامعات المتواجدة في النطاق الجغرافي لعمل مجموعات الرائدات وذلك بالتنسيق والتناغم مع مبادرات الدولة في هذا الإطار مثل تنمية الأسرة المصرية وحياة كريمة كما تم عرض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمحاوره المختلفة وباشتراك كافة الأجهزة المختصة فضلاً عن الانتاق الجغرافي للمشروع على مستوى الجمهورية والفئات المستهدفة وذلك سعياً نحو الارتقاء المتكامل بكافة جوانب حياة الأسر المصرية حيث يرتكز المشروع على عدة محاور خاصة بالتمكين الاقتصادي لا سيما للسيدات من خلال تحقيق الاستقلالية المالية وتوفير فرص العمل والتدخل الخدمي بهدف تدريب وتأهيل الأطقم الطبية وتوفير الوسائل اللازمة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالتعاون مع الجماعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وكذلك برامج التعاية والتعليم والثقافة عن طريق الحملات الأهلمية للمساعدة على رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية والأثار المترتبة على القضية السكانية إلى جانب التحول الرقمي من خلال إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية فضلا عن المحور التشريعي لوضع إطار تنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتطقيق كافة تفاصيل مشروع تنمية الأسرة المصرية قبل انطلاق المرحلة الأولى منه إلى جانب رصد وتقييم نتائج المشروع بصفة دورية لتحقيق النتائج كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صراحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود اللجنة الوطنية للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات في إطار المبادرة الرئاسية مصر بلا غارمين وقد استعرضت السيدة نيفين القباج في هذا الإطار الشرائح المستهدفة لعمل اللجنة الوطنية المختصة بالحد من ظاهرة الغارمين والغارمات وتوزيع الجغرافية لهم وقواعد البيانات المتكاملة للمديونين وقيم الدين المختلفة وكذلك الحصر الذي قامت به اللجنة بشأن الأسباب الرئيسية المؤدية إلى الغرم بالإضافة إلى ما تقوم به اللجنة من جهود لتوفير حزم متنوع من أدوات التوعية والاستشارات المالية البسيطة وكذا سياغت آليات آمنة للإقراض الميصر ودراسة المشروعات المتعثرة وبذل الجهود لتوفير الدعم المهني والتقني والتدريب اللازم على كيفية إدارتها إلى جانب مد مظلة برامج الحماية الاجتماعية للمستحقين من أسر الغارمين والغارمات ووضع ضوابط وإجراءات لمتابعة مؤسسات الإقراض وقد وجه السيد الرئيس بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيداً للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك كما وجه السيد الرئيس بتعزيز عمل اللجنة الوطنية للصياغة رؤية متكاملة للقضاء على ظاهرة الغرم وكذا وضع قواعد وإجراءات لحوكمة التعامل مع موقف الغارمين من خلال التدخلات الاستباقية فضلاً عن تدقيق الضوابط اللازمة لإقرار حالات الغارمين أضف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً عرض جهود تطوير وتنظيم ممارسة العمل الأهلي في مصر خلال العام الماضي حيث استعرضت السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي في هذا الصدد التطوير الذي ترأى على نسبة توزيع منظمات المجتمع المدنية على مستوى الجمهورية والذي سجل زيادة منحوظة لتلك المنظمات خاصة في محافظات الوجه القبلي والقناة إلى جانب عرض مجالات العمل التنموي لتلك المنظمات في العديد من القطاعات كما تم كذلك استعرض الخطط المستقبلية لعمل المجتمع المدني خاصة التحول الرقمي وتعزيز نظم إدارة المعلومات وأطلاق المؤشر الوطني للعمل الأهلي وكذلك المنظومة الإلكترونية الموحدة لمنظمة المجتمع المدني في مصر والتي ستؤدي إلى تعزيز فعلية إدارة الجماعيات والمؤسسات الأهلية المحلية والدولية فضلاً عن إنشاء أول أكاديمية للعمل الأهلي في مصر لتطوير قدرات الجماعيات الأهلية وكذلك تأسيس صندوق دهم الجماعيات الأهلية كهيئة وطنية مستقلة لتنظيم التمويل الموجه لها حيث وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتعزيز مصادر وموارد تمويل هذا الصندوق وضمان استدامتها نظراً لأهميته في دعم عمل المجتمع المدني مجموعة من الأحداث المهمة حصلت مبارح منها اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتوجهات من السيد الرئيس بجذب مزيد من الاستثمارات بمجال إنتاج الهيدروجين الأخضر وكمان البابا توضرس الثاني بابا الإسكندرية بطريارك الكرازة المرقصية ترأس قداس أحد السعف بالكنيسة المرقصية بالإسكندرية في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت مبارح منها الاجتماع اللي عمل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وقال الدكتور مدبولي خلال الاجتماع إن برنامج التنمية المحلية شهد نجاح خلال تنفيذ مرحلته الأولى في سهاج وقنة إن بارح كمان عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع تابع فيه موقف مشروعات الهايدروجين الأخضر وعدد من مذكرات التفاهم اللي تم توقعها مع الشركات الأجنبية وقال رئيس مجلس الوزراء إن فيه توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة العمل على تفعيل مذكرات التفاهم اللي تم توقعها في مجال إنتاج وتصدير الهايدروجين الأخضر وتشغيل هذه المشروعات أما بخصوص الشائعات الانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حول تدشين صندوق الإسكان الاجتماعي صفحات على الفيسبوك لتقديم مساعدات في حجز الوحدات السكنية نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء كل الكلام ده وقال إن الصفحات دي مزيفة وملهاش أي علاقة بالسندوق كمان مبارح ترأس البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريارك الكرازة المرقصية قداس أحد الزعف بالكنيسة المرقصية بالإسكندرية وده وسط حضور محدود من الشعب علشان الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا وأحد الزعف هو الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصحة أو القيامة وهو يوم ذكرى دخول السيد المسيح لمدينة القدس